في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم الدولي للعدالة الاجتماعية يعيش اليمن على وقع أزمات العنصرية التي فاقمتها مليشيات الحوثي الإرهابية الأمر الذي يدعو إلى الخوف من تداعيات الطبقية المتجذرة في المجتمع اليمني المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي من جرائم مآسي ازدواج المعايير الإنسانية وصمت المجتمع الدولي مآساة اليمن بسبب حرب الانقلاب الحوثي على شرعية الدولة ومشروعها حيث نجد العالم يحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بينما المجتمع اليمني بكل أطيافه يعاني ويلات حرب الإمامة الحوثية ومآسيها والتي تستهدف القضاء على مشروع العدالة الاجتماعية فما زالت شريحة كبيرة من المجتمع اليمني تعاني العنصرية لا لشيء إلا لأنهم ولدوا وهم يحملون أسماء لعائلات ارتبط أصلها منذ زمن قديم بمهن يطلق على من يعمل فيها المزاينة أو الجزارين أو الدواشين حيث تعتبر وظائف دنيا ومن يمارسونها أو حتى لم يعودوا يمارسونها لكن آباءهم وأجدادهم قد امتهنوها في الماضي شعارات العنصرية والطبقية قد تغذت في ظل غياب النظام والقانون وظهرت الاختلافات الدينية والتباينات السياسية وتعرض اليمنيون نتيجة آرائهم السياسية ومذاهبهم إلى الكثير من المضايقات التجربة الحالية أثبتت بأن الجماعات المسلحة لا يمكنها تحقيق العدالة الاجتماعية لأن فكرها يقوم على الإقصاء العام وتحصيل الثروة حيث يبقى المال في أيدي المسؤولين ويظهر عليها الثراء على حساب المواطنين والطبقة المتوسطة التي فقدت مصدر دخلها بسبب الحرب ما يجعلها في السلم الأدنى اجتماعيا واقتصاديا ولأن العدالة الاجتماعية غابت عن المجتمع اليمني فإن الحديث عن عدالة اجتماعية حقيقية لا يمكن إلا في ظل وضع سياسي مستقر يمثل مخرجات الحوار الوطني كأهم إطار يمكن العمل تحت مظلته وهو الحد الأدنى من النظام السياسي الذي اتفق اليمنيون عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة